بسم الله الرحمن الرحيم سؤال على السريع من هو النبي الكريم الذي سلم ناصيته لله أيها الأحبة قبل أن نجيب يجب أن نعلم أن منطقة الناصية وهي مقدمة وأعلى الدماغ التي تقع خلف الجبهة مباشرة هذه المنطقة هي أهم منطقة في الدماغ لماذا؟ لأنها تتحكم بالقيادة وتتحكم باتخاذ القرار وتتحكم بالصواب والخطأ وتتحكم أيضا بالصدق والكذب لذلك هي منطقة مهمة جدا نبي كريم سلم ناصيته لله من هو إنه سيدنا هود عليه السلام هذا النبي الذي صبر على قومه كثيرا ولم يكن يريد أجرا منهم أراد لهم الخير أراد لهم الهداية أراد لهم الحياة الطيبة وأراد لهم أن جاءت من النار يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ولكنهم استكبروا وأصروا واستهزأوا به وفعلوا كل شيء لطرده وتآمروا على قتله لذلك في نهاية المطاف ماذا قال لهم وهنا ملمح أيها الأحبة عندما يتآمر عليك الناس عندما تجد نفسك في مواجهة ظروف صعبة وواقع أليم وأناس يتآمرون عليك ولا تجد أمامك إلا الله ولا تجد إلا أن تسلمه حياتك وكأنك تقول له يا رب هذا هو مركز القيادة وجهه كيف تشاء يا رب هذا هو المركز الذي خلقته لي ليعينني على الصواب والخطأ فوجهني باتجاه الصواب أعني على اتخاذ القرار السليم ماذا قال نبي نهود عليه السلام أحفظوا هذه الآية أحبة في الله إني توكلت على الله ربي وربكم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم كأنه يقول يا رب أنا توكلت عليك وسلمت لك كل شيء فأنت آخذ بنواصي كل المخلوقات ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها على فكرة أيها الأحبة هذه الناصية عند كل الكائنات مسؤولة عن التوجه عند الطيور مثلا لذلك هي منطقة مهمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسلم ناصيته لله أيضا صلى الله عليه وسلم كان يقول في أدعيته ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك لذلك أحبتي في الله احفظوا هذه الآية وقرؤوها في الظروف الصعبة وسوف ينجيكم الله سبحانه وتعالى كما أنجى سيدنا هود والذين آمنوا معه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر